وهنا بدأت الأم توضح أن السبب في هذه المشاجرات أن الفريق المهزوم لا يتقبل هزيمة بروحه الرياضية والسبب أيضا أن فريق أو أن جماهير الفريق الفائز قد بالغوا في التعبير عن فرحتهم بالغوا يعني أكثروا يبقى الأم وضحت وجهة نظرها أنها ترى أن السبب في هذه المشاجرات أي المنازعات سببين أن فريق المهزوم لا يتقبل الإيه الهزيمة والفريق الفائز بالغ في التعبير عن فرحتي أي أكثر في التعبير عنها فماذا ينبغي علينا ونتعلم من ذلك أننا نعبر عن الفرحة بالفوز في أدب مراعاة لمشاعر الآخرين مشاعرهم أي أحاسيس الآخرين وأوضح الأب أيضا وجهة نظره فيما حدث بأن كثيرا من الجماهير لا يمارسون الرياضة لأن ممارسة الرياضة تخلق عند الإنسان الروح الرياضي أنه يتقبل الفوز أو الهزيمة لذلك حدث ذلك فإنهم عند هزيمتهم يثيرون الشغب يثيرون أي ينشرون الشغب يعني الفوضى عند الهزيمة أو النصر فهم يبالغون في فرحتهم وبعضهم الآخر يبالغ ويزدر أشياء مسيئة أو تصرفات مسيئة عند الهزيمة وهنا نعرف تعريف الرياضي الحقيقي من هو الرياضي الحقيقي؟ هو الذي يتحلى بالأخلاق الكريمة يتحلى أي يتصف إيه يبال أخلاق الكريمة التي يجب أن يتصف بها؟ فلا يخاصم منافسه يخاصم يعني يعادي المنافس بتاعه سواء هزم الفريق أو انتصر لا يخاصم منافسه ولا يعتدي عليه يعتدي عليه بالقول أو بالفعل ويسعى إلى الفوز بنزاهة وشرف شرف يعني علو ورفع ونزاهة يعني البعد عما يسيئه يعني يحاول أنه يفوز بطريقة صحيحة بدون أن يسيء إلى غيره وبرفعة وشرف هنا يا أولاد انتهى درسنا وتعلمنا منه أنه يجب أن نتحلى بالروح الرياضية تعلمنا أيضا التعاون وتعلمنا الاعتذار عند الخطأ